قال الرئيس الروسي فلادمر بوتين أن موسكو تؤيد سياسة الصين واحدة وخلال لقائه مع نظيره الصيني شيش جيم بينج على هامش قمة منظمة شينجهاي للتعاون في أوزباكستان أوضح بوتين أن الاجتماع يمثل خطوة جديدة لتعزيز الشراكة التنائية مؤكدا أن موسكو تعارض ما وصفه باستبزازات الولايات المتحدة في مضيق تايوان من جانبه شدد الرئيس الصيني أنه لا يمكن لأية دولة في العالم أن تتصرف كقاد في قضية تايوان ولن تتسامح الصين مع التدخل على مدى يومين تعقد الدورة الحالية لمنظمة شنغهاي للتعاون بمدينة سمرقند بأوزباكستان وتعد المنظمة أكبر منظمة إقليمية في العالم تضم مساحة جورافية ضخمة وتشمل نحو نصف سكان الأرض وتعد كيانا دوليا فريدا من نوعه منظمة شنغهاي للتعاون منظمة دولية سياسية واقتصادية وأمنية أوراسية تأسست في الخامس عشر من يونيو من عام 2001 في شنغهاي على يد قادة ست دول أسيوية هي الصين وكزاخستان وقرغاستان وروسيا وطاجكستان وأسباكستان وقد وقع ميساق منظمة شنغهاي للتعاون في يونيو من عام 2002 وأدخل حيز التنفيذ في سبتمبر من عام 2003 تتمحور أهداف المنظمة حول تعزيز سياسات السقة المتبادلة وحسن الجوار بين دول الأعضاء ومحاربة الإرهاب وتدعيم الأمن ومكافحة الجريمة وتجارة المخدرات ومؤجهة حركات الانفصال والتطرف الديني أو العرقي بالإضافة إلى التعاون في المجالات السياسية والتجارية والاقتصادية والعلمية والتقنية والثقافية وكذلك النقل والتعليم والطاقة والسياحة وحماية البيئة مع توفير السلام والأمن والاستقرار للمنطقة ويقدر إجمالي الناتج المحلي للدول الأعضاء في منظمة شنغهاي للتعاون بنحو ربع مؤشر العالم أجمع وهي منظمة إقليمية تجاوزت عتبة العشرين عاماً وتساهم مساهمة كبيرة في التنمية المستدامة العالمية وفي هذا الإطار أكد الرئيس الأسبكي شاوكات بردائف أن بلاده تسعى خلال رئاسة المنظمة إلى تنفيذ استراتيجية التنمية المتسارعة للمنظمة وذلك من خلال فتح آفاق جديدة للتعاون مع الاستفادة من إمكانات الدول الأعضاء فضلاً عن بذل الجهود لجعل المنظمة أقوى من الداخل وأقصر جاذبية من الخارج لشركائها الدوليين